والله بشكرك دولة رئيس الوزراء بجد بتكلم بجد والله على الهوى شكرا بجد تحرك مهم جدا ولسه اللي جاي هو ده السوق لن ينضبط إلا بهذه الإجراءات لأن المواطن خلاص المواطن عانى كتير جدا كفاية المواطن تحمل ودفع فلوس كتير قوي حاجات مفترض أنه مدفعهاش يعني مدفعش كان يدفع كيلو السكر بخمسين وستين جنيه ولا كيلو اللبن باربعين جنيه أبدا ولا كيلو الرز معرفش بثلاثين جنيه لا يمكن شيء مستحيل يعني ولا زيز الزيت مش عارف بكام زيت مستورة لكن الباقي ده احنا بننتجه هنا في مصر لبن عندنا والرز عندنا والسكر خمسة وتمين في المئة انتجه مصري طب ايه بقى ليه كان لازم هذا الإجراء عشان زي بقول كده مواجهة أي حد النهاردة عنده خبة لا الحى بقى الحى كسبته خلاص وزين بقول كده انت مش بتعاقب الناس ولكن على الاقل عقاب لأي حد خد حاجاته لمها على امل انه كل شوية يتاجر بالناس ويرفع الأسعار ويدفع هاته كذا السكر ببقاش موجود يبقى عندي أزمة سكر اللي هو الشيء بقول لحاكه مش معقول ابدا في بلد زي مصر يبقى عندي أزمة سكر ازاي؟ أو رز وأنا عندي فاقد رز فاقد رز عندي نصف مليون طنه تقريبا زيادة أكتر عن احتاجاتنا وفي الآخر يقول لك إيه اللي حقق رز فين؟ وإيه اللي حقق لأسعار بتاعه؟ لا طبعا فعش بلد بحجم مصر حد يتاجر كده وكان لازم الدولة تتحرك إجراءات عاجلة محتاجين دكتور علم الصالحي كمان يعمل قرارات سريعة ما انتأخرش يعني قرارات طلعت النهاردة عايزين بكرة أكيد إنه في جلسات حصلت مرة واثنين وعشرين مرة جلسات فخلاص الناس خلاص عايزين يواحد يناير يبقى الناس تنزل تشير الحاجة تاني بقول بداية السنة تبقى سنة إن شاء الله خير كده تبقى بشيرة خير يعني إن شاء الله فأرجو دكتور علم صالحي على طول نستعجل القرارات مش محتاجين لجان اللجان عادي واتكلم مع بعض تجار مصنعين وغرف والدول وكل قعدوا مع بعض خلاص نعمل بقى إجراءات نعمل إجراءات بسنة جديدة معها قرارات جديدة وإجراءات جديدة وإيه ليه منع يعني فأتمنى الدكتور علم صالحي يبادر بمنتهى الصرعة إنه حصل طبعا يعني خلاص مش هنتكلم في الماضي مش هنتكلم في الماضي نتكلم في اللي جاي مش كده جاي مع عمر دي بس أنت الوزير أرجوك عشان ناس ناس سواء خلاص طلعا رئيس الوزراء خد قرارات يبقى أنتم تم الاتفاق على ذلك نبدأ بقى نطبق الإجراءات على الأرض الناس يلاقي الحاجة بتاعتها موجودة وده حق المواطن إنه لاقي السلع بتاعته موجودة وبالسعر المناسب سيد الرئيس عفتاح سيسي كل التحية لحضرتك سيدك وعدت الشعب المصري في الفيديو